لا يزال الشارع السوداني منتظراً إعلان التشكيلة الكاملة للحكومة الانتقالية والمشاورات حول المرشحين مستمرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقد مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية الألماني لكنه لم يتطرق للتشكيلة الوزارية إلا أن عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان أوضح في تصريحات أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية سيتم خلال 48 ساعة كاشفاً عما تم مناقشته خلال اجتماع حمدوك مع المجلس السيادي حول تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية تكون الحكومة أكثر تشكيلاً للأغاليم السودان ولأجيال المشاركين في الوزارة بالإضافة للتوازن الجندري وسائل إعلام سودانية تناقلت تقارير وتسريبات حول عدد من الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية ومنها أسماء محمد عبدالله لمنصب وزير الخارجية كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ السودان والدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية والدكتور أكرم علي التوم للصحة وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام التسريبات ضمت أسماء شبابية أيضاً لوزارة الشباب والرياضة تردد اسم ولاء البوشي ولينا الشيخ للرعاية الاجتماعية ونصر الدين مفرح للشؤون الدينية كما أفادت مصادر سودانية أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طالب بضم أربعة وزراء دولة للخارجية والثقافة والإعلام والشباب والرياضة علاوة على البناء التحتية والاتصالات على سرحان العربية